اه ازاي حضرتك يا شباب منورين. اه طبعا كل شكر لمهندس عمر سليم والتيم اللي معاه في اريبيا. اه شرف كبير ليه ان انا اشتغل من خلال اعمل الكورس ده. اتمنى ان شاء الله ان انا اقدم محتوى مفيد للناس. اهم حاجة تدعو لي بعد الكورس ده ما انتهي. اه لو حد منكم استغاد بمعلومة. وحاس انها معلومة جديدة. او في ناس جديدة لسه معنا في السيفل ما عنداش خلفها خالص عن البرنامج. ان شاء الله نتمنى من ربنا ان احنا نقدم معلومة تفيد كل الناس باذن الله رب العالمين. اه المهندس شام فوزي كان عمل كورس قبل كده قريب من حوالي شهر مثلا مع بيم اريبيا برضو. فانا مش عايز اكرر نفس الكلام اللي قاله المهندس شام. المهندس شام طبعا استاذنا وكلنا بنتعلم منه لكن هو اكيد اتكلم في البيزيكس. اتكلم في ما يخص المساحة. اه اتكلم في ما يخص الطرق. كان الكورس بتاعه اكيد شامي لان المهندس شام بيحب يقول معلومة كاملة. كاملة التفاصيل يعني. مش مجرد انه بيقول اه بيتكلم عن التولز في البرنامج. هو بيحب يقول المعلومة وتكون المعلومة كاملة وكافية. النهاردة انا برضو مش عايز ابتدي من زيرو. يعني مش عايز ابتدي من الصفر. اه مش عايز اقول هنتكلم في النقط واشكالها ونتكلم في الاستيلات الخاصة بيها ونتكلم في الليبلز وبعد كده نتكلم في الخريطة الكنترية وازاي ندخلها وازاي اللي نعمل منها صفر. انا عايز اتخطى اه شوية الاساسيات اللي مليون في المئة المهندس شام غطاها في الكورس بتاعه. انا عايز ابتدي اتكلم في ديزاين الطرق. الكورس بتاعنا يعني كده احنا هنتكلم ان شاء الله هنتقبل خمس مرات. اه والمحتوى بتاعنا ده سن. فيا يا رب الخمس مرات دول يكافوا. ان شاء الله نقول كل اللي احنا عايزين نقوله في اه الوقت القصير ده. تمام? اه بداية على السريع كده واجهة البرنامج. اه زي ما شايفين. سيبن سري دي برنامج شبيه بالكاد. مع طبعا الاختلاف. الكاد برنامج رسمة هندسي. يعني انا مسلا لو عايز اصم منشأ معين. فانا بارسم على الكاد و بعد كده بصدر المنشأ ده لاي برنامج من برامج التحليل الانشاء زي التاب زي 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 السيف. عشان ابتدي اعمل تحليل انشائي للمنشأ ده. ابتدي اقول مسلا العمود ده محتاج عدد معين من الاسياخ الحديد. اكتر الاسياخ كزا. البلاطة دي انا عايز اصلاحها اديها كام سيخ في المتر. الكلام ده كله ما بتعملش من كده الكاد. الكاد بيبقى دوره ان هو برنامج جرس مهندسي. على عكس السيفل سري دي السيفل سري دي برنامج تصميم. طيب السيفل سري دي اه المجالات اللي ممكن يشتغل فيها يا جماعة? اه بيشتغل هو الاساسي بتاعه المجالات البنية التحتية. المشاريع المفتوحة. ممكن نقول كده. حدودك ممكن تشتغل بسيفل سري دي بشغل الطرق. ممكن تشتغل آآ وده طبعا الشايع. سيفل سري دي يعني طرق. ممكن تشتغل بسيفل سري دي آآ شغل شبكات. شبكات مية شبكات صرف. آآ صرف مطر صرف اي نوع من انواع الشبكات. كمان انا ممكن استخدم السيفل سري دي في حساب كميات الاعمال الترابية. لو عندي مسلا آآ منشأ وعايز ابتدي اعمل حفر للمنشأ ده عشان اعمل لبشا واعمل اساسات للمنشأ ده. فانا حابب ان احسب كميات الحفر. ممكن من خلال برنامج السيفل سري دي احسب الكميات دي. الواجهة بتاعتنا على السريع هي برضو آآ واجهة السيفل لو الناس حديثة عهد بالبرنامج او حد فيكو اول مرة يشوف برنامج السيفل سري دي. الواجهة بتاعته تقريبا هي واجهة الكاد. تمام مع الاختلاف. الهنا عندي الجزء الاولاني اللي هو درونج اريا في الواجهة. الشاشة السعودة اللي قدامي دي دي بتمثلي الكرة الارضية. كل نقطة في الشاشة اللي قدامنا دي بتمثلي الكرة الارضية. تمام كده يا جماعة? آآ بتمثلي نقطة مختلفة عن النقطة اللي جنبها اقصد على الكرة الارضية. يعني مسلا ممكن اكون انا هنا واقف في مصر. وحابب ان انا اروح للسعودية فبضطر ان انا اسحب الشاشة كده عشان اوصل للسعودية. او ان انا بكتب الكوردينيات الاحداثيات الخاصة بالمنطقة اللي انا عايز اروح لها في السعودية. على اساس تظهر قدامي. تمام كده? في المشاريع الانشائية مفيش مشكلة خالص ان المهندس لو عايز اصم منشأ معين فبيعمل ايه? بيجي مسلا على الكاد ويبتدي في الشاشة السعودة دي يديني هنا الخاصة بالمنشأ بتاعته. وبعد كده بيبتدي بقى ايه? يصمم يقسم. انا هعمل هنا سلم. هعمل هنا قوضة. هعمل هنا طرقة. هعمل هنا صالة. هعمل هنا. اي ان كان اللي هيعمله. المهم ان هو بيجي في اي مكان في الوجهة اللي قدامنا دي. وبتدي يرسم. وبعد كده بيطلع لي لوحات. اللوحات دي انا كمهندس تنفيذ انشائي باخد منها الديمنشن. وبوقعه على الطبيعة. الكلام ده مش هينفع معنا في في شغل الطرق. يعني مسلا هو الراجل مسلا رسم هنا المنشأ. فلو حب ان هو يعمل موف ام انتر وسحب الفايل بتاعه او مكان المنشأ بتاعه من هنا حطه هنا. عندوش مشكلة خالص. انا في شغل المشاريع المفتوحة عموما في شغل الطرق بشكل خاص. ما ينفعش لو انا الرافع المساحي جايلي في المنطقة دي ما ينفعش ان انا رحله. ما ينفعش ان انا جايلي مسلا هصمم طريق. الطريق ده في منطقة معينة. فانا دلوقتي عايز اعمل ديزايل للطريق ده. لازم يكون عندي سطح. لازم اجيب الطبيعة من الواقع. بينزل مساح يعمل لي رفع مساحي. ويديني الطبيعة دي ايا كان الشكل اللي هيديني بيه الطبيعة. يديني نقطة بقى في اكسل شيت. يديني تيكست فايل. يديني نقطة على فايل كاد. يديني خريطة كنتورية مرسومة بالكاد بالسيرفر. ايا كان النوع اللي هيديني دي. الداتا بتاعتي. انا مهمتي ان انا ادخل الداتا للبرنامج مع الحفاظ على الكوردينيات. يعني مثلا لما جيت انا دخلت الداتا بتاعتي في السيفل. اه اللي هو الطريق او الرفع المساحي دخلته. فظهر عندي هنا في الشاشة ما ينفعش ان انا امسك كده الرفع المساحي وانقله من مكانه المكان تاني. ليه? لان الداتا بتجيلي من الموقع اكس واي زد. وبترجع تاني للموقع انا بخرجها بعد ما بعمل الدزاين بتاعي برجعها اكس واي زد. الراجل بياخد الداتا مني توتال استيشن وبتدي يوقعها. فانا طبعا المشروع كان عندي هنا. ام انتر. المشروع كان هنا. انا مهندس ما عنديش خبرة. فروح تاخد المشروع وروح تنقله في المكان ده. طبعا كل النقط بتاعتي الاكس والواي بتوعها اختلفوا. فانا مسلا كنت في مكة لقيت نفسي في جدة. تمام? مش هينفع. اهم حاجة ان انا احافظ على الكوردينيات بتاعي. الشاشة السودة قلنا دي شاشة آآ بتمثير كوية ارضية. هي التبكة للشاشة اللي موجودة عندك برنامج الكاد. كمان عندي المتشابه قوي مع برنامج الكاد. الشريط بتاع الاوامر اللي موجود عندي تحت ده. انا مسلا حابب ان انا ارسم لين فبقول له ال انتر وبعدين الكماند لاين بيبتدي يقول لي ايه? شوف انت عايز تبدأ ترسم اللاين بتاعك منين? يعني مسلا تاني هنقول ال انتر. هبدأ مسلا. هنا بيقول لي حد البداية فبقول له اتفضل آده البداية فين هو النقطة اللي بعد كده? آدي النقطة اللي بعد كده. آده النقطة اللي بعد كده. فالكماند لاين بالنسبة لي هو المرش buenoと السياحي داخل البنامج. انت عايز تعمل ايه? هو بيقول لي انت عايز تعمل ايه ليوضحلي كده تمام? آآ فعندي اول حاجة في الوجهة زي ما قلنا الشاشة السودة اللي هي عند كماند لاين. دي حاجة مهمة جدا. زي ما وانا باخد الامر بعد كده command line هو الدليل بتاعي بيقول لي الامر ده انت هتنفزه ازاي فين اول نقطة انت هتبتدي منها فين النقطة اللي بعد كده طب هتعمل arc هتعمل line فيه شوية اوامر بقى داخل الاوامر كلها بتظهر من خلال command line. الحاجة الثالثة والمهمة عندي في وجهة البرنامج القائمة اللي موجودة في الجنب دي قائمة دي اسمها قائمة full space تمام القائمة دي ممكن اقفلها من هنا وممكن ارجع تاني افتحها من هنا من المكان ده فيها اربع تابوبات في البرسبكتور في السيتنج في السيربي في التوربوكس كل تاب منهم بلي استخدامه هنتعامل ان شاء الله مع القائمة دي كتير والقائمة دي من الاهم القائم عندي برنامج السيربي دي الشريط بتاع الريبون الشريط العريض ده اللي هو مكون من تابس برضو home و insert و annotate و modify واحنا ماشيين كده الشريط ده برضو من الحاجات المهمة اللي انا هتعامل معها داخل برنامج سيفل سري دي في مجموعة من القائم الشرطية او القائم المنسادلة اللي هي الفايل والإدت والديو كل القائم دي من الحاجات المهمة جدا في برنامج سيفل سري دي اول ما بسطت ببرنامج سيفل سري دي الوجهة عندي ما بيكونش فيها ظاهر لايه ما بيكونش ظاهر فيها القائم المنسادلة دي تمام كده اه لو انا حابب ان انا فيها بضغط هنا على السهم فيه سهمة هنا فوق منه شرطة لو ها الكاستوم كويك اكسس طول برده هنا بقوله اه هايد مينيو بار في المينيو بار لو انا حابب ان انا اظهر الشاشة دي تاني بقوله شو مينيو بار سيفل بيستطب معه الكاد يعني حضرتك لو نزلت نفرة سيفل وستطبتها عندك على البرنامج هتشتغل معاك سيفل وكمان هتشتغل معاك كاد تمام كده يعني حتى التولز بتاع الكاد التولز بتاع الكاد هتلاقها موجودة هنا القائمة بتاع درو دي كلها قوائم كاد line وارك واللين والحاجات التانية بقى اكسي بلود تريم ميرور الحاجات دي قائمة موديفاي تمام كده تمام طيب افهم من كده ان السيفل السيفل جوه منه اعمل الكاد تمام كده والسيفل كمان بيستطى بالكاد يعني حضرتك لما بتستطى بالسيفل بيتلاقي عندك على الديسك توب اكتر من شورت كاد بيكون عندك السيفل 3D مترك الوحدات المترية السيفل 3D imperial الوحدات العالمية بيبقى عندك في حاجة اسمها السيفل 3D as AutoCAD حاجات خاصة بالشبكات بيكون في حاجة او السور من سناترين انا اسف بيبقى في عندك برضو شورت كاد اسمه الاتوكاد السيفل 3D as AutoCAD اللي هو فايل الكاد عادي لوحده كده كمان السيفل نفسه ممكن احوله الكاد حضرتك لو طلقت على الوركس بيس دي فوق وضغطت كده هتلاقي اكتر من اختيار لو انا عايز احول الكاد بقول له Drafting Annotation فبيتحول السيفل 3D للاتوكاد العادي طبعا الكاد ما بتحولش سيفل الكاد يا جماعة مش بتحول سيفل 3D لكن السيفل 3D عشان بيستطى بمعا الكاد لانه برنامج مساعد بالنسباله بيستطى بمعا الكاد فهلاقي التولز بتاع الكاد ايه ظهرة معايا هنا دي وجهة البلنامج بشكل سريع طبعا انا لما حولته من كاد من سيفل لكاد ورجعت تاني سيفل القائم اللي فوق اختفت فهنا ظهرة منين من هنا من شو من يبار دي وجهة البلنامج بشكل سريع انا دلوقتي مهندس عايز ابتدي اصمم طريق او شبكة طرق مطلوب ان انا انا انزل مساح الموقع المساح ده يبتدي يعمل رفع مساحي ويديني الرفع المساحي ده في شكل من الاشكال المعروفة بالنسبة للمساحيين ومهندسين تصميم الطريق ايه الاشكال المتاحة او ايه انواع الفايلات اللي ممكن يدهالي المساح هنتكلم عنها بشكل سريع مش هنتكلم برضو في التفاصيل اللي اتكلم فيها المهندس شام ممكن يديني الراجل يكون مثلا محترف جدا يعني وعايز يديني شغل يريحني انا كمهندس تصميم فيديني فايل بالشكل ده يديني فايل يفتح بالنوت باد اول ما قوله دابل كلك فايل امتدادو تيكست دوت تي اكستي الفايل ده فيه نقط هو مدهالي احداثيات ومنسوب يعني اكس وبعد كده مديني هنا كومة وبعد كده مديني احداثي واي وبعد كده مديني كومة وبعد كده مديني احداثي زد يعني هو كل نقطة مديني لها اكس وواي وزد مطلوب مني ان انا ادخل الاتا دي لبرنامج السيفل 3D الفايل الجاي لي مهيأ انا مش هعمل فيه اي حاجة السيفل افتح القائمة افتح الفايل بتاع السيفل من هنا وروح على البرسبيكتور واقوله هنا في هنا بوينت كليك يمين هقوله create عايز اكاريت مجموعة من النقط او فايل من النقط بعد كده هنا هقوله import تمام كده جماعة بعد كده هنا هقوله browse هيقول لي طيب انت هتختار منين هروح على الديسكتوب وادخل على الفايل بتاعي الفايل بتاعي اسمه بم اريبيا باسم الكورس بتاعنا هندخل على الفايل ده هو نقول له الفايل بتاعنا اللي في الديسكتوب هو point dot txt هقول له open فيبتدي يفتح الفايل يقول لي انت اخترت الفايل من المساري الفلاني بيحدد لي المسار بتاعي على الديسكتوب تمام ومديني هنا علامة صح جنب المسار عشان احيانا الفايلات بيبقى فيها مشاكل فالفايل لو في مشكلة هيبتدي يديك المسار اللي انت اخترته ويديك جنب بدل علامة صح دي هديك علامة اكس ان الفايل ده في مشكلة تمام كده اول ما بستورد الفايل يا جماعة بنزل ابص تحت على ال preview وبص على ال preview شكل الفايل او شكل تكتيب النقط داخل الايه داخل البرنامج طيب انا هستقزنكو في حاجة اي حد عنده سؤال احنا هنخلي في نهاية المحاضرة عشان بس الايه عشان ما ننشغلش بالشات نخلي الاسئلة بعد المحاضرة انا نتكرم اكتب السؤال عشان ما تنسهوش وانا معاكم بعد المحاضرة نص ساعة زي ما انتوا عايزين نجاوب على الاسئلة ان شاء الله خلاص كده يا جماعة لو الفايل في مشكلة هلاقي ان هو قال لي ده المصار بتاعك تمام كده وبعد كده مديني علامة اكس مكان علامة الصح اللي موجودة قدام ندي خلاص كده يا جماعة طيب دلوقتي هننزل على ال preview نتأكد من حاجة مهمة جدا نتأكد ان ترتيب الاعمدة داخل يعني مثلا هنا الترتيب ده هو اللي كان موجود عندي في التكستفايل ولا ده ترتيب مختلف لا هو نفس الترتيب هو نفس الترتيب تمامي بقى انا دلوقتي شغال مظهور تمام كده هو هنا واقف على كورمات اسمه معنى معنى لو رحنا دخلنا على الفايل بتاعنا كده فتحنا الفايل هنلاقي هنا يا جماعة هنلاقي ده الاحداث اكس وبعد كده مديني الفاصل عبارة عن كومة تمام هنا الفايل اسمه خلاص كده يا جماعة بعد كده مديني هنا الواي ومديني هنا كومة ده المقصود بالاي بالكومة الفاصل بين الاعمدة وبعضها طيب تعالوا نرجع تاني على انا دلوقتي اخترت الفايل الفورمات بتاعي مزبوط تمام كده قبل ما اعمل استراض انا عايزكم تبصوا على كلمة الموجودة في وكلمة جنب كل واحدة منهم علامة اللي هي العلامة الاساسية بتاع تفرعتين نازلين من اسم الفايل بتاعي ومن اسم الرسمة بتاعتي يعني لو تلاحظوا كده الرسمة بتاعتي ينازل هنا خط والخط ده طالع منه تفريعات تفريع على البوينت تفريع على البوينت جروب الخط ده ما عليهوش اي علامات اول ما هقوله ان انا عايز استورد النوات انا خلاص جبت الفايل وزبطت الفورمات بتاعه وعايز اقوله اوكي اعمل استراض للفايل هو كده اعمل لي استراض للفايل جاب للفايل بتاعي وظهر جنب كلمة بوينت مربع جوا نقطة سودة او دايرة كده باللون الاسود وجنب كلمة بوينت جروب ظهر علامة بلس جنب كلمة بوينت جروب ظهر علامة بلس معنى المربع اللي جوا نقطة سودة دا جماعة ان الفايل بتاعي دا بيحتوي على نقط ان الفايل اللي قدامنا دا بيحتوي على نقط تمام كده اول ما بستورد نقط على طول البرنامج بيروح مكاريت لمجموعة نقط اسمها الالبوينت اي نقطة أستوردتها في الفايل بتاعها تدخل على الالبوينت جروب طيب بالفعل انا استوردت نقط والنقط ظهرت عندي هنا تحت اياجموع هنا دا الرقم النقطة Dev hue نظهرت عندي في الشاشة τη كان من الوضعط نقطة لكي انكون ميزونا في مصر والرفع المسيحي دا جايلي في كويت. جايلي في السعودية. طب انا عايز ازهره. اقول له زد اي انتر زوم اكستند انتر. هيرو اعمل لي زوم على الداة بتاعتي. هيرو اعمل لي زوم على النقط بتاعتي. كل نقطة من النقط دي لما تيجي توقف عليها كده تسلك عليها وتقول له كنترول واحد. هتلاقي ان النقطة دي دخلت بال اكس وال واي والزد. الكوردينيت الخاص بيها والمنسوب الخاص بيها. ودي اول حالة او اسهل حالة ممكن تجيب بيها نقطة. طيب لو الداة بتاعتك جايالك على شكل اكسل شيت. الشكل ده. هنا الراجل ما استحب يديني تفاصيل اكتر. الراجل حب يديني تفاصيل اكتر. فالداني لكل نقطة رقم. الداني في العمود الاول ده. الداني هنا البي اختصار بوينت نامبر. تمام كده? او الوينت اي دي رقم النقطة. نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين. نقطة رقم تلاتة. النقطة رقم واحد ليها استنج. وليها نورسنج. وليها اليبيشن. وكمان ليها ديسكريبشن. اكس واي زد. وكمان مدي للنقطة دي وصف. الوصف ده جماعة بيبقى بالاتفاق. بيبقى بالاتفاق بين المهندس المصمم وهو. آآ. والراجل المساح. المساح طيب اتفق معان انا مسلا ايه? نقطة الارض الطبيعة سميها NGL اختصار Natural Ground Level. او ممكن اقول له سميها OGL. Original Ground Level. تمام? او اقول له مثلا سميها GL Ground Level. او Existing. Existing Level. او EG. Existing Ground. ايا كان الاختصار اللي انت هتتفق عليه. المفروض انك بتكون فاهم او لو المساح عمل اختصارات معينة. المفروض ان هو يديك زي كي ما بيقول لك NGL دي معناها Natural Ground Level. او Original Ground Level. او Ground Level. او Existing Level. او Existing Ground. او اي ان كان الوصف اللي هو يديه لك. المفروض ان هو يديك تفصيلة يوضح لك الوصف ده معنى ايه? هنا مديني NGL. مديني نقط بتاعها اختصار منهول مطبق. مديني نقط الاختصار بتاعها آآ LB. عمود انارة مسلا. وهنلاقي نقط تانية الاختصار بتاعها تي ار تري مسلا. اكتر من حاجة يعني. تمام كده? طيب خلونا نشيل الايه نشيل اللي احنا بتقناه ده. دلوقتي انا عايز ادخل الفايل بتاعي ده البرنامج سيفل سري دي. عايز استورد الداتا اخد الطبيعة دي ارميها على البرنامج عشان انا قدر اعمل الديزاين الخاص بيا. مطلوب بس من حضرتك انك تروح على الفايل وتقول له انا عايز اسيف الفايل ده. هضيفه مسلا في الكلان في الفايل الحالي. هسمي الفايل ده اكس وان مسلا. حال? طيب. لو قلت له سيف هو كده هيحفظه اكسل شيت. وكده انا ما عملتش حاجة. انا عايز احول الصيغة بتاع الاكسل شيت دي من اكسل شيت لصيغة يقبلها عندي برنامج السيفل سري دي. فالصيغة اللي بيقبلها عندي برنامج السيفل سري دي نوعين. عندي حاجة اسمها التكست تاب ديليمتد وعندي حاجة تانية اسمها السي اي اي سي بي كوما ديليمتد. الفرق بين الاتنين دول ان هنا الاعمدة هيكون الفاصل بينها كوما بالنسبة للسي اي اي سي في كوما ديليمتد. يعني مسلا هتديك واديك كوما نورسين كوما آآ كوما آآ ديسكريبشن كوما تمام كده? لكن بالنسبة للتكست تاب ديليمتد انا هتديك مسافات. خليونا نختار التكست تاب ديليمتد وسمينا الفايل بتاعنا اكس وان وبعد كده هقول له سيف. هتظهر الرسالة دي هقول له ياس وبعد كده هقفل الفايل واقول له دونت سي ما ما تعملش اي تعديلات على الفايل الاساسي بقفلوا بقول له دونت ايه دونت سي. دلوقتي بقى عندي فايل يا جماعة اسمه اكس وان. الفايل ده لما اجي اعمله استرات داخل السيفل سري دي خلوا بالكم من حاجة. احنا هنعمل استرات دلوقتي ليه الفايل. هنفتح فايل جديد. رأسما جديدة. وهنيجي على البوينت. نقول له كليك يمين نقول له create. هيظهر لي النفيزة دي. طبعا النفيزة دي بيكون مقفولة. كليك يمين. create بتظهر معاك هنا. هقول له هنا import. واقول له هنا browse. اعمل تصفح. وهنا هروح اقول له ان انا عايز الفايل اسمه اكس وان. اول ما هقول له open. هقول الفايل بتاعك فيه مشكلة. ده المصاري اللي انت اخترت منه الفايل. وداني علامة اكس بيقول الفايل فيه مشكلة ولا فيه اي preview ظهر تحت ولا فيه format. لان الفايل اللي انا استوردته فيه مشكلة. يا طرق ايه المشكلة? المشكلة ان فايل النقط لازم يكون بادئ برقم. ما يكونش بادئ بحرف. تمام? والرقم يكون واحد فيما فوق. يعني ممكن يبقى بادئ بواحد اثنين تلاتة مية مليون. ما يكونش بادئ بزيرو. تمام كده? طيب. انا محتاج دلوقتي ان انا الفايل بتاعي يكون بادئ برقم ما يكونش بادئ بحرف. عشان كده لازم هشير الصفر الاولاني. الصفر الاولاني من الشيط اللي موجود عندي ده لازم اعمله دليت. فبسلك على السطر الاولاني ده. بس قبل ما بعمله دليت لازم احفظ ترتيبه كويس جدا. بوينت نمبر ايستنج نورسنج ايليبيشن ديسكريبشن او بي اي ان زي دي. لان انا لو بدلت عمودين مع بعض في الفورمات داخل دنيا بازل. ايه مسلا عندي نقطة الاكس بتاعها عشرة والواي بتاعها مسلا خمستاشر. لو انا بدلت عمودين مع بعض هيبقى الاكس هو اللي خمستاشر والواي هو اللي عشر. انا وديت النقطة في مكان تاني خمس. فترتيب النقط او ترتيب الفايل زي ما من دهوني المساح. الاعمدة لازم تكون مترتبة برا زي داخل البرنامج. بي ان زي دي انا حفزتها او هكتبها في ورقة برا بعد كده هقول له دليت. كمان مرة دليت عشان اسحب الفايل لفوق. واقول له هنا كنترول اس احفظ الفايل بتاعي. بعد كده هروح على برنامج السيفل انا فتحت فايل جديد. وهنا الخطوات بتاعتي رحت على البوينت كليك يمين وهنا عملت فتح لي النفذة دي. هقول له اد واختار من هنا واقول له اوبل. هنا بيقول لي ان الفايل بتاعك موجود في المصاري الفلاني. وداني علامة صح. علامة صح دي يا جماعة معناها ان انا عملت استراض للفايل. والفايل بتاعي مهيئ مظبوط. البريفيو تحت بيقول لي ان ترتيب الاعمدة داخل الفايل في دي هيبقى بعد كده بعد كده بعد كده والترتيب ده طبعا مش هو الترتيب بتاعي برا. كان الترتيب بتاعي عشان كده هندور هنا على هنلاقي الفورمات موجود هنا. بين قسين هنا هي بتعادل تمام برضو عشان ايه عشان نوضح حتة دي هو هنا الفايل اهو اللي احنا المفروض اه عملناه. تمام كده المفروض ان احنا عيقنا الفايل بالشكل ده يعني يعني او الفاصل عندك هيكون يعني ازاحة او مسافة او فراغ لا بتعادل تاكست 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 تمام كده فهنا الفايل بتاعنا طبعا. ايه الترتيب بتاعنا هيبقى وده الوصف الموجود عندنا هنقول له تمام اعمل استراض. اول ما هقول له اعمل استراض هيزهر عندي هنا بعد ما استورد الايه المربع اللي في نقطة صوده وعلامة جنب كلمة عشان يقول لي ان الفايل بتاعي جده بيحتوي على نقط. تمام كده? عايز ازهر النقط فابقل له زد اي انتر او ان انا بعمل على البكرة بتاع الماوس عشان يظهر معي الفايل بالشكل ده. الفايل ده او النقط دي هي نفسها النقط اللي موجودة فينا يا جماعة. اللي موجودة في الفايل الاولاني اللي احنا فتحناه هناك. اللي هي الدرونج الاولانية. هي تبكا. بس لما نيجي نبص على النقط دي. والنقط دي هنلاقي ان النقط دي ظاهر فيها بعض النقط كده وعدة style مختلف. يعني مسلا كل النقط وعدة style اللي هو البيزيك الحمراء دي. وفي بعض النقط وعدة style مختلف. زي النقطة دي مثلا. دي النقطة دي وعدة شكل الشجرة. تمام? ظاهر جنبها هنا آآ رقم للنقطة. ظاهر جنبها منسوب للنقطة. وظاهر جنبها description الخاص بيها. طب ليه ظهر معي الشكل ده? او ليه ظهرت معي النقط دي في الفايل ده بالشكل ده? طبعا الفايل اللي هو رقم اتنين اللي هو البي اي انزد دي. انا دي دي يعني description. انا مدي للنقط description. طيب ما كل النقط وعدة description. ليه النقط دي بس اللي خادت الشكل المختلف. لو احنا هنقول انها كده دخلت او خادت الشكل ده اعتمادا على ان description بتاعها TR. ليه النقطة دي بس اللي خادت شكل مختلف يا جماعة? الامر بسيط خالص. الامر بيعتمد على قائمة هنا اسمها قائمة description case. هدخل هنا على setting. انا شغال في الpoint. هدخل على الpoint. هلاقي هنا حاجة اسمها description case. لو ضغطت عليها هلاقي هنا في حاجة اسمها دي. اقول له كليك يمين. واقول له edit gains. هلاقي ان هو هنا بيقول لي. او مديني تلات اكواد كده. بيقول لي اول ما تلاقي الكود آآ station. في نقطة وغضة في description بتاعها STA. او بدأ ب STA. معنى النجمة دي ان ال STA ممكن يبقى وراها كتابة. يعني البرنامج هيدور على اي حاجة بدأ ب STA. وهيبتدي يديها ال style ده. style station. وكمان هيديها ال point label style ده. ال style ده اللي هو شكل النقطة. الرسمة بتاع النقطة نفسها. style يعني الرسمة. ال x الحمراء دي بتتحول لشكل الشكل انا اختاره. هنا مسلا في الفايل بتاعي كان في بعض النقط وغضة description TR. فهو اول ما شاف النقطة بالشكل ده راح مديها style tree الشجرة. وكمان اديها ال point label style اللي هو point number وال elevation وال description. زي ما نشاهدين كده. طب لو انا عايز اعمل استراض للفايل بتاعي. واتجاهل description K6. يبقى قبل ما استولد خالص حضرت لك افتاح فايل جديد. قبل ما استولد خالص لازم تدخل هنا على ال setting. تدخل على ال point. تدخل على description K6. وتقول له كليك يمين. انا عايز اشيل قائمة description K6. عمل لها delete. وبعد كده ارجع تاني على ال perspective. اقول له click main point. اقول له هنا create. وقول له هنا import point. وقول له هنا يا جماعة. انا محتاج اعمل استراض للنقطة بتاعتي. هعمل browse. واروح على الفايل بتاعي اللي اسمه x1. وقول له open. الترتيب بتاعي كان benzd space delimited. مهمة جدا الخطوة دي. وبعد كده اقول له اوكي. وقول له هنا zd enter بعد ما يعمل استراض للنقطة. هذا الفايل بتاعي مفيش اي نقط بغدا style غير النقط. او غير ال style بتاعنا اللي هو ال style business. خلاص كده يا جماعة. طيب. الحالة اللي بعد كده. ممكن الراجل بتاع المساعة يديني الفايل. برضو excel sheet. هو في حد بيعمل annotation اه على الشاشة. اه حررتك ممكن تعمل من فوق خالص. في تلات نوقات مور كده. من فوق خالص على يمين. فوق خالص على يمين. مور. فيه هتلاقي حركة. حررتك شايف عندي. حررتك شايف شاشة عندي. لا انا مش شايف عند حركة. هتلاقي عند حركة فوق على اليمين. annotation for other. اه تمام. بس كده. تمام ماشي. شكرا. شكرا. طب كده مفروض ده تغتيبه او لا تبدل شابتك. رسمي. هو برضو فوق ممكن حركة تعمل clear. ال annotation فوق برضو مور ممكن حركة تعمل clear. طيب. ده اصلا مش ظهر عندي. في annotation. annotation. هو enable annotation for other تاني. hide names of annotation. طيب حركة ممكن تعمل disable annotation. تمام? for other. وفي من غير. هي disable خلاص. اه تمام. في بقى في غير المور في annotation. آآ قبل اختيار المور. في annotation. تمام? هراك ممكن تعمل clear. اه. في اختيار اسمه clear. اه clear كده. تمام? بس كده هو disable و clear. تمام يا جماعة. نكمل كلامنا ان شاء الله. كنا بتقول ان الفايل المرادي هو برضو excel sheet. بس هيفرق عن ال excel sheet التاني اللي هو الاولاني. ان ال sheet الاولاني. والex sheet الاولاني. لما جينا ندخله البرنامج. كان الفورمات موجود. يعني ترتيب النقط داخل ال excel sheet الاولاني كان موجود. لما جينا ندور على ال b, e, n, z, d. لقى انه موجود داخل ال a. داخل البرنامج. هنا الراجل زود لي آآ حاجة جديدة اللي هي T. لما نجي نبص هنا يا جماعة هنلاقي هنا. بعض النقطة واحدة في description. منهل. اما انه اختصار منهل. او مطبع. هو الراجل بس ما اكتفىش انه هو آآ هيديني ال description منهل هنا او هنا. لأ هو كمان حب يحددلي نوع المنهل ده. حب يحددلي نوع ايه? نوع المنهل اللي قدامي ده. فقال لي المنهل ده sanatari san. عليش هي مكتوبة هنا غلط. وقال لي نوع المنهل ده storm. ده sanatari صرف صحي وده storm. صرف مطر. تمام? طب انا محتاج دلوقتي ان انا ابتدي اهيأ الفايل ده ودخله البرنامج سيفل سري دي. يبقى فايل. سيف از. بام ربيا. هختار المكان اللي انا سيف فيه. هسمي ده اكس واكس دو مسلا. ده الشيط التاني. وبعد كده هختار الصيغة بتاعتي احنا اختارنا المرة رفاة التكستاب ديلميتد. تعالوا نختار هنا سي اس في كوما ديلميتد. ده وقل له سيف. وقل له هنا ييس لما تظهر للرسالة دي. وقل له هنا ده ده الفايل بتاعي. الفايل بتاعي اللي هو اكس اتنين دوت سي اس في سي اس في صيغة بتفتح بالاكسل شيط يا جماعة. سي اس في صيغة بتفتح معايا بالاكسل شيط. طيب. لو انا عايز افتح الفايل ده بالنوت باد بقول له كليك يمين واقول له اوبن وز. واختار هنا النوت باد. لو انا عايز اثبت النوت باد ان هو ده الفايل اللي هيفتح معايا بالاستمرار فبقول له هنا اتشوز على نظر وبعد كده باختار النوت باد وبقول له ان انا عايز استخدم ده باستمرار. تمام كده? دلوقتي لو قلت له اه او او دابل كليك هيفتح معايا الفايل بالشكل ده. هو نفس الفكرة الفرق بس ان الفايل التاني كان بتاعي كانت عبارة عن او لكن هنا بتاعي عبارة عن كومة. الفرمات بتاعنا نحفظه كويس جدا. زاد معي المرة دي الطيب بتاع الايه? زاد معي المرة دي الطيب بتاع النقط. مهم جدا ان انا الفايل بتاعي يبدأ معايا دي رقم ما يبتديش بحر. هسلك وقول له ديليت وقول له هنا كنترول اس. خلو بالكم عشان احنا هنغلط غلطة تانية دلوقتي. وبعد كده هنقفل الفايل ده. وبعدين نروح على دي نبتدي نعمل استراض للفايل. هنفتح هنا. ده فايل جديد. الفايل الجديد ده هروح اعمل استراض للنقط جواهه. كلك يمين كريت ايمبورت بوينت. هنا هقول له براوس. واروح طال الفايل بتاعي اللي هو اكت اتنين وقول له اوبني. برضو ظهر لي مشكلة. ليه الفايل يا جماعة ما اشتغلش معايا بالشكل ده? باختصار لان الفايل بتاعنا لما نيجي نفتحه تاني كده دابل كليك. المفروض ان الخاصل عندنا كومة. عند حضرتك المفروض انها كومة. هنا دي كومة منها نقطة. تمام كده? عشان كده هو مش قابل هو عايز الكومة العادية. البرنامج عايز الكومة اللي هي العادية خالص. فبسلك على الكومة دي واقول له كنترول سي كنترول اتش كنترول في وبنزل تحت على الخانة بتاع وبدي له الكومة العادية وبعدين هنا اقول له. هلاقي هنا ادي التكست بعد كده كومة تكست كومة تكست كومة. ودي الكومة المقبولة عندي في البرنامج. تعال ونرجع تاني. طبعا هنسايف الفايل وبعد كده هنروح نقول له اين? تعال نعمل استراض. هنسلك على المسار ده نقول له ديليت. امبورت. واقول له هنا ان انا عايز ال اكس اتنين وقول له اوبن. كده هيقباله لان الفايل مهيق. ما فيهوش اي مشاكل. الترتيب او الفرمات بتاعنا لازم نبص عليه تحت. هنلاقي هنا في الترتيب. يا طرى الترتيب ده بتاعنا مزبوط. لا طبعا الترتيب بتاعنا كده مش مزبوط. الترتيب المفروضي. والطيب. طيب يلا ندور على الفرمات ده. مش هنلاقي طبعا. غير الفرمات اللي هو بي اين زي دي كوما دليمتد. الفاصل بين اللي عميضة وبعضها كوما. تمام? عشان كده يا جماعة انا مضطر ان انا اقول له لا انا مش هستورد دلوقتي. خلينا نرجع على وتعالى ندخل على. احنا عايزين نزبط الفرمات. عشان لما نيجي نعمل استراض للداتا بتاعتنا. عايزين نعمل فرمات يحتوي على الطيب. طب الطيب ده اصلاً تصنيف مش موجود عندي داخل البرنامج. هو مش موجود بالفعل عندي داخل البرنامج. هنعمل ايه عشان عشان ندخل الطيب ده معنا? هندخل هنا على حاجة اسمها اليوزر ديفاين بربيرت كلاسفكيشن. هنضغط عليها كده هنلاقي حاجة غير مصنفة. تصنيف مش موجود عندي. هقول له تمام. هقول له كليكي مين وقول له نيو. بعد كده هضيف التصنيف اللي هو الطيب. بعد كده هقول له اوكي. دلوقتي بقى عندي طيب موجود هنا تحت. هنروح على الفرمات الموجود عندي. دي الفرمات اللي انا بختار منها آآ في البرنامج لما باجي اعمل استراض للنوع. كلها موجودة عندي هنا في الستنج. هدور على عقرب فرمات للفرمات اللي انا عايز اعماله. هلاقي بي اي انزد دي كوما ديليمتد وهلاقي بي اي انزد دي سبيس دي رمتد. انا ما هيقل الفايل بتاعي. هنا بي انزد دي سبيس وهنا الكومة. انا ما هيقل الفايل بتاعي اللي انا عايز اعمل له استراض بي صيغة سي اس بي كومة دي رمتد علشان كده انا هاخد كوبي من الفرمات دا. كليك يمين وقول له كوبي. وبعد كده. طبعا هنا بقول لي ده كوبي اف. اقول له لأ هيبقى اسمه بي اي انزد دي. ممكن كمان في الاخر كده نعمل ونقول له هيبقى ده اسم الفورمات بتاعنا وبعد كده يا جماعة هروح على آآ الفورمات تحت هلاقي هنا هلاقي 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 وهلاقي 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 وده الاساسي في الفورمات اللي انا واخد منه ده ايه الاساسي في الفورمات اللي انا مكبير منه بعد كده هلاقي خانة اسمها اكتر من خانة مش خانة واحدة اختار اول واحدة فيهم واقول له ان انا عايز استخدم التصنيف اللي انا هتدخولك حالا او لا انا رسا ضاي في البرنامج اللي هو طيب اقول له اوكي. كده يا جماعة بقى عندي الفايل بتاعي. كده بقى عندي الفايل بتاعي. اه او الفورمات بتاعي موجود داخل الايه? داخل البرنامج. تعالوا نقفل. وما ننساش عشان برضو ما يظهرش عندنا نقطة وقت كيست نقفل او نشيل القائمة بتاع كيست نقول له. وبعد كده هنرجع على البرس بكتور. نقفل كيمين نقل له create وهنا نقل له import وهنا نقل له browse. ونختار الفايل بتاعنا اللي هو اكس 2. ونختار هنا الترتيب بتاعنا بي اي اي ان زي بي. هنلاقي ظهر هنا. ده البوينت نورسنج نورسنج. وننزل تحت كده عشان تأكد ان الطيب ده واخد واخد بالفعل ايه? واخد بالفعل الداتا المطلوبة منه. بعد كده هنقول اوكي. ضغب الخليجك على البكرة بتاع الماوس عشان يظهر معي الفايل بتاعي بالشكل ده. تمام كده يا جماعة? دول تلات حالات اتكلمنا فيهم لو الداة جاية لي على شكل نقط. تمام? طيب. لو الداة جاية لي على شكل نقط في فايل اوتوكاد. يعني الراجل المساح قال لي لا انا مش هتديك الداة في اكسل شيت ولا في تاكست فايل انا هتديك الداة مباشرة في فايل اوتوكاد. خلونا نقول بس ان فيه فرق بين النقط بتاع الاوتوكاد وهي نقط السيفل سري دي. لو ضغطت هنا على الفايل اللي احنا لسه خارجين منه ده. احنا ممكن نقفل الفايلات اللي قبل كده خلاص. خدنا الفكرة بتاعتها. تمام? الفايل اللي انا فتحته دابل كليك اللي هو فايل كاد لما نيجي مبص على النقطة في. اي نقطة في. هنسلك هنا. نقول له كنترول واحد. هيفتح لي هنا يا جماعة اللي ايه النقطة? النقطة هيقول لي. النقطة دي اسمها point. نقطة الكاد اسمها point. نقطة سيفل 3 دي هي اسمها كوجو point. نسلك كده. اقول له كنترول واحد. دي كوجو point. تمام? طيب. تعالوا نروح على الفايل اللي احنا فتحينه دابل كليك. اول ما يجي لك فايل كاد افتحه دابل كليك وقل له كنترول اي كنترول سي بدون تفكير. كنترول اي كنترول سي وروح افتح فايل جديد خالص. كليك يمين كلي بورد بس توريجنا كوردينيات. ما تقولش كنترول في. ما تعملش كنترول في. لازم تحطه في نفس الاحداثات. لازم تحافظ على الاحداثات بتاعتك. الاحداثات بتاعتك دي هي الشغل. هي اساس الشغل. لو انت رحلت الفايل من مكانه الدنيا كلها فاضت. زد اي انتر عشان يجيب لي الفايل قدامي كده. دلوقتي انا حطيت الفايل في نفس الكوردينيات. عشان برضو الصورة توضح للناس يعني انا حطيته في نفس الكوردينيات. يعني حضرتك لو جيت عملت سيركل هنا على الزاوية اللي فوق دي. المركز بتاع الدايرة ده موجود فين? موجود هنا في الزاوية اللي فوق بتاع البوردر ده. طيب خدت الدايرة دي كنترول سي ورجع بيها على الفايل الاساسي. كليك ايمين. كليبورد بستوريجنا كوردينيات هيحطها لي في نفس المكان. هيبقى المركز بتاعها برضو موجود فين? كل نقطة في الفايل ده اتحطت هناك بالاحداثات بتاعي. يعني لو المقطة دي مثلا احداثة بتاعها خمسة وخمسة هيبقى هناك في الفايل التاني الاحداثة بتاعها خمسة وخمسة. غير لما انا اقول له كنترول في. لو قلت له كنترول دي هيقول لي حدد مكان الدايرة. تمام? لكن كليك ايمين كليبورد بستوريجنا كوردينيات حطها لي في الاحداثات الاصلاء بحطها في مكانها بالزبط. خلاص كده يا جماعة? تمام. طيب. انا خدت الفايل كوبي وراميته في فايل جديد. طب ليه ما اشتغلتش على الفايل الاساسي? ليه ما اشتغلتش مباشرة? ليه كابيرتو? ليه حطيتو في فايل تاني? الامر هنا هيظهر معايا لما يجي اقول له ان انا عندي هنا الpoin't group ده. انا حابب ان انا اعدل مسلا بستايل النقط. بالمناسبة الفايل بتاعي ده بيحتوي على تسعة نقط كوجو باينت. لو ما نيجي نسلك على الpoin't group ده. هنقول له سيلكت. هنلاقي ان هو بالفعل في تسعة نقط كوجو باينت. النقط دي كلها كوجو باينت. عندي تسعة نقط. انا عرفت منين المربع اللي فيه نقطة صودة ده بيقول لي ان الفايل بيحتوي على نقط. طيب لو قلت له كليكي مين وحبيت ان انا اعدل في السايل بتاع النقط. ادخل هنا على البرتاف. هلاقي هنا مفيش اسايلات للنقط. مفيش اسايلات للكتابات على النقط. هل الامر بيكتصر بس ان النقط ما بيكون لهاش اسايلات او ما بيكون لهاش ليبل froze circumstances? لا. في كل حاجة اه خاصة بسايلات السايلات الس tekrar Let's change in the construction... مش هتلاقي بتاع السايلات استعمال معك على الفايلしく لازم تاخد ال data copy وترميها في فايل تاني بseason hey, عشان تقدر اشتغل عليها. يعني انا روحت لوقتي على ده. روحت على وقلت له كليك ايمين وقلت له هنا. هلاقي هنا ان هو اخد لكن كل بتاع النقط الباقي شغالة. كل بتاع شغالة. خلاص كده يا جماعة? طيب. تمام. دلوقتي عندي نقط عايز احول نقط دي من نقط لنقط عشان اقدر اتعامل معها اقدر اكون منها سطح. يا فكرة الداتا ايا كانت بقى نقط خريطة كنتورية ملف دم. اي نوع من انواع الداتا. مهمتها انها اكون منها سطح اقدر اشتغل عليه. اكون منها خريطة كنتورية. يكون فاهم اني دي سطح. اقدر اشتغل عليه. اقدر اعمل عليها اقدر اطلع منها قطاع صوري. اقدر احط عليها آآ بروفايل تصميمي. اعمل قطعات عرضية. فمهمة الداتا ايا كان نوعها ان احنا في الاخر بنكون منها سطح. طيب الداتا اللي قدامي دي نقط زي ما قلتلكو بايند. مش مش كوجو بايند. انا عايز احاولها الكوجو بايند. هنا الامر هتطلب من حددك انك تروح على هوم هنا وتروح على بايند وتقول له كونفيرت اوتوكاد بايند. تحول لي نقطة الاوتوكاد. هنا هيقول لك سلكت اوتوكاد بايند فبتسلك له كده على النقط وتقول له انتر. اول ما هتقول له انتر هو راح مديني اكس باللون الاصفر كده عند نقطة وتحت بالكماند لاين بيقول لي انتر عبويند ديسكريبشن. اضغط اه اه على الايه. او اكتب للنقطة دي ديسكريبشن. فانا قلت له مسلا عايز اديها ديسكريبشن صفر مسلا. قلت له انتر. اللي وراها صفر انتر صفر انتر. طب انا الفايل بتاعي في خمس تلاف نقطة. الموضوع مرهب جدا ان انا. آآ كل شوية آآ او في الخمس تلاف نقطة ادي له الديسكريبشن. ادي له انتر. فالامر هنا بسيط. الفايل بتاعي ده في نقطة. النقط دي ما لهاش وصف. فممكن ان اروح هنا على الوضفل على الوضفل على الوضفل او من خلال الوضفل دي. اقول له كليك هيفتح لي نفس النافذة. اضغط هنا على الساهمين اللي تحت دول. هلاقي حاجة هنا اسمها الوضفل. اضغط عليهم. هلاقي هنا معمولة مانوال. هقول له لا انا مش محتاج ان انا ادي ديسكريبشن للنقط. مجرد ان اتحولها لي بس. فبغير برمبة دي بخليها ننط. بعد كده بقى في الفايل ده واروح هنا على الوضفل واقول له كومبيرت اتحول لنقطة كان. هنا بيقول لي سلكت اتوكات بوينت فبس بعمله تحديد كده على النقط. كل النقط اتحولت لنقط كوجو بوينت. اي نقطة هتوقف حضرتك عليها دلوقتي. وتقول له كنترول واحد. هيقول لك ان النقطة دي من الخصائص بتاعتها اسمها الكوجو بوينت او الدسكريبشن بتاعها كوجو بوينت. تمام? الحالة اللي بعد كده ممكن الفايل يجي لي ملف الكنطور. قريطة كنترية. تفعنا على حاجة مهمة. اول ما تفتح الفايل دابل كليك لو الفايل جاء لك كده. اول ما تفتحه دابل كليك مطلوب من حضرتك بس انك تسلك على الداتا. كنترول سي. تروح تفتح فايل جديد. كليك يمين. كليبورد. زد اي انتر. عشان يجيب لي الداتا قدامي كده. ودلوقتي انا تقريبا كل انواع الداتا المشهورة انا عرفت ازاي بعمل لها استرات داخل البرنامج. خلصنا من مرحلة الاسترات. تعالوا نكون الاسطح. تعالوا نبدأ من حيث انتهينا. احنا اخر حاجة معنا كانت فايل الخريطة الكنترية. الفايل الاساسي بنقفله. خلاص احنا اخدنا الداتا بستوريجنا الكوردينيتي فايل جديد. احنا مش محتاجين الفايل الاساسي ده ولا بتاع البوينت كمان محتاجينه. هنا الدرونج اللي انا شغال فيها الداتا بتاعتي عبارة عن خريطة كنترية. سلك كده على اي خط واحد. هتلاقي ان الخط ده عبارة عن خط بولي لاين بس وقت منسوب. هو خط مرسوم بالكاد او خريطة كنترية مرسومة بالكاد مجموعة من الخطوط. ومديها ليفل. طيب ده بولي لاين. طب البوردر الخارجي. الحدود الخارجية بتاع اللوحة برضو بس مش وقت منسوب. عشان اعرف سطح من الداتا اللي موجودة عندي ديها جماعة مطلوب مني. ان انا قبل ما اعرف السطح اي خطوط ظهرة عندي مش بتمثل لخطوط كنتر لازم احولها لخطوط كنتر. سوري لازم اخفيها عشان اقدر اعرف السطح بتاعي. اي خط عندي. يعني ده خط بولي لاين صح? بس مش خط كنتر. ده بوردر. ده حدود للرسمة. تمام كده? وده خط بولي لاين. ده خط ايه? ده خط كنتر. طيب انا دلوقتي محتاج ان انا احول الخريطة الكنترية اللي جاية لي بالكات دي لخريطة الكنترية بالسطحي. فهموا السطحي. هعمل ايه? اول حاجة هقول له lay off. ال اي واي off. لير اوف. وبعدين هختار الايه? هختار البوردر الخريجي ده عشان يقفل اللير بتاعته. اللير دي اتقفلت بشكل ايه? بشكل مؤقت. خلاص كده يا جماعة? هنروح على السيرفس ونقول له كليك يمين كده. السيرفس ده هنسميه سطح الارض الطبيعية وبعد كده هقول له اوكي. هدخل هنا على السيرفس هلاقي ان هو ظهر علامة مكنتش موجودة. هلاقي هنا اسمها الان جي ال. هضغط عليها. هلاقي هنا قايمة اخيرها تعريف السطح. هضغط عليها لقي اكتر من حاجة ممكن اعرف من خلالها السطح. كل الحاجات دي ممكن اعرف من خلالها السطح. طب انا الداة المتاحة عندي عبارة عن كنتور. فهنا هيجي على الكنتور وقل له كليك يمين وقل له اد. وقل له هنا. اعتذر رسالة دي هقول له اوكي. هقول له هنا بيقول سيلكت كنتور اقول افضل. اهد الكنتور بتاعي وقل له انتر. كده هو حولي السطح بتاعي من سطح كاد لسطح احساب الكليكي من اوبجك بيور. وابليني كده في سطح ايه? ادي سطح سطح سيبل سري دي اللي موجود عندي او سطح الارض الطبيعية انا حولته لسطح سيبل سري دي. بعد ما عرفت السطح ممكن دلوقتي اقول له لي قمت. فتح لي بقى اللي اراتي اللي اتقفلت. خلاص انا عرفت السطح مفيش مشكلة انها تكون زهرة معي دلوقتي لان انا هستخدمها في تحديد المسارات الخاصة للشبكة الداخل. تمام كده يا جماعة? طيب. دي الحالة الاولى اللي بكاريت منها سطح. الحالة التانية. لو رحنا على الفايل اللي الداة فيه نقط بالشكل ده. انا عايز اعرف من الداة دي سطح. لو حضرتك رحت وقلت له create surface وقلت له اوكي. هنا هيعرف لك او هيعمل لك data base اسمها natural ground level. هتدخل هنا على definition وتقول له ان الداة اللي انا هعرف منها المرة دي عبارة عن point group. مدام النقط دخلت عندي جوه البرنامج. فاكيد البرنامج عمل لها group. اسمه all point group. لو تاخدوا بالكم اي نقط بيتم استراضها بتدخل على all point group. طيب انا هعرف السطح بتاعي ده منين من خلال point group. لو قلت له click يمين وقلت له add. هيجيب لي هنا كل الجروبس اللي موجودة عندي. كل المجموعات اللي موجودة عندي. طب انا موجود عندي مجموعة واحدة اللي هي all point. هقول له all point. اقول له اوكي. لو عملت الخطوة دي يبقى انت جنيت على نفسك باقي المشروع اللي انت هتشتغل فيه design. ليه? دلوقتي السطح ده انا عرفته من الداة دي. واحنا اتفقنا ان اي نقطة هنستوردها من خارج ال civil 3d للفايل ده. هيدخل على all point group. يعني انا لو حابب ان انا اضيف نقطة دلوقتي. اقول له click يمين وقل له create. اقول له هنا import او add point. بشكل مانوال. هيقول لي حدد location. فهقول له هحط النقطة هنا. طب اديها description. هقول له مثلا description. اديها elevation. هقول له مثلا 120. اقول له enter. اول ما هخرج من الامر. هقول له escape كده اخرج من الامر. لاحظه جنب كلمة ال ngl. جنب اسم السطح. اللي هيحصل. اللي هيحصل ان السطح. هيبتدي يطلع لي هنا notification. يقول لي انا محتاج ان انا اعمل rebuild. طب ليه عايز تعمل rebuild. عشان الداتا اللي حادثتك مكونني منها. عصلناها update. all point group دخل له نقطة جديدة. فالنقطة الجديدة دي لازم تكون ضمن مكونات السطح. لازم تعمله rebuild. اول ما هتعمل rebuild. هتلاقي طبعا النقطة دخلت معك في السطح بالشكل ده. وبوزيت لك شكل السطح خالص. طبعا هنا المناسبة عندك 300 وشوية وانا اخطت نقطة منصوبها مية. تمام? طب انا عايز احط النقطة دي والسطح ما تقصرش بيها. عشان تحط نقطة والسطح ما تقصرش بيها. على الاول نشيل النقطة دي. بنعمل rebuild للسطح بتاعنا. طبعا حطيت نقطة. السطح هيعمل rebuild. شلت نقطة. السطح هيعمل rebuild. ليه لانك معرف من ال all point group. فاي نقطة انت هتضفها هتدخل على ال all point group. اي نقطة انت هتشيلها هتخرج من ال all point group. ده السطح رجع لشكله الطبيعي. لو انا حابب ان انا اعرف سطح ما يتقصرش باي نقطة هضفها. انا عملت delete للسطح بالمناسبة. شلته خالص. فاروح الاول على ال point group واقول له click يمين وقول له new. عايز اكارية مجموعة نقطة جديدة. ممكن اسميها ال all point group two. تمام? هنا الجروب ده ممكن ادي له style للنقطة نصلا. هاي نقطة هتدخل في الجروب تاخد ال style ده. وتاخد label style ممكن اقول له none. مش محتاج ان انا ازر جنبها كتابات. طيب الجروب اللي انا كريدته ده هيحتوي على النقط عن طريق. هقول له انكيلود النقط عن طريق رقمها. انا احدد له بس هكتبه رقم النقطة هنا واحد كومة اتنين كومة النقطة رقم عشرين. بس انا عايز نقطة رقم واحد واثنين وعشرين. اول ما هقول له apply لو روحت على point list هنا يا جماعة هنلاقي هنا ان هو هحطيلي في الجروب ده نقطة رقم واحد واثنين وعشرين. لو قلت له اوكي هلاقي هنا ان في مجموعة من النقط اهي النقطة دي رقم شوفها كده. دي النقطة رقم عشرين والنقطة رقم واحد واثنين هنلاقيهم برضو. بس هل حاجة انك تروح تقول له سليكت حدد لي كده. عشان يحدد لي على لتلات نقطة. دي النقطة رقم واحد. اهي. دي النقطة رقم اتنين ودي النقطة رقم واحد. لأسف النقطة رقم واحد والنقطة رقم اتنين جم من ضمن الكوجو بوينت اللي كانوا تعرفين قبل كده. عشان كده ما اخدوش الستايل ان هما آآ جايين واخدين ما علينا. المهمة. لو انا عايز اضيف في الجروب بتاعي ده النقطة من واحد لعشرين. ادخل على بابيرتس. ادخل هنا على الانكلوت. واقول له واحد داش عشرين. واقول له ابلاي. لو رحت كده هلاقي ان الوينت اللي ست بيحتوي على النقطة من واحد اللي كان يا جماعة لعشرين. اقلت له اوكي. اقلت له هنا ار اي انتر. هلاقي ان النقطة كلها من واحد العشرين بتاوي تاخدverشكل بتاعي ايه الجروب اللي انا فيه. طب لو انا عايز من واحد لعشرين وبعدكده عايز من اربعين لتنين وستين مثلا ده. ادخل هنا على الانكلوت وقلوا من واحد العشرين كومة من ستين ما او من تلاتين مثلا ديه بسبعين. هروح هنا على الpoint list هلاقي من واحد لعشرين. وبعد كده تلاتين. مش هلاقي واحد وعشرين لحد تسعة عشرين مش مابودين. انا محددتهمش ضمن السطح بتاعي. او ضمن الجروب بتاعي. طب لو انا عايز كل النقطة تدخل في الجروب. في حد ممكن يفتح اقول لك الله ده في اي امر هنا اسمه. لو انت حضرتك عملته. يعني اي نقطة برضه هتستولدها من بره هتدخل على الجروب ده. اوعى تعمل خطوة دي. حضرتك بس هتقول له ان انا عايز ادخل النقطة في الجروب ده على حسب النمبر. وبعدين تقول له تحدد على كل الايه? تحدد على كل النقط دي وتقول له انتر. قال لي انا اجبتلك في الفايل ده كل النقط من واحد لسبعمية اتنين واربعين. هقول له اوكي. دلوقتي ممكن اروح اكاريت سيرفس. اسمي الاتباس بتاعي. بعدين هدخل هنا على. واعرف الاتباس بتاعتي من خلال كليك يمين اد. واقول له هنا انا محتاج كده عرف لي السطح من لو حضرتك حابب تضيف نقطة كليك يمين والنقطة دي هنضيفها بشكل مانوال هنحطها هنا مسلا في الحتة دي. هنديها سكريبشن اكس هنديها مية مسلا. وبعدين نقول له سكيب. اول ما هقول له السطح بتاعي ما تأثرش لانه السطح متكريت من اللي بيحتوي على النقط اللي انا حددتها بس ودخلتها في الجروب بتاعي. لكن النقطة دي دخلت على الاول بوينت جروب. حتى لو عملت سلكت الاول بوينت جروب هتتحدد كل النقط معها النقطة دي. لكن الجروب ده لما ايجا اقول له ان انا عايز احدد النقط اللي فيه هقول له سلكت. هيحدد لي كل النقط مع ده النقطة دي. خلاص كلا يا جماعة? كمان. طيب. لو تلاحظوا النقط او السطح اللي متكريت هنا المفروض ان الراجل ده. تعالوا نبص عليه كده في السري دي. نسلك على السطح كلك يمين. قولينا كده شكل السطح بتاعنا ده في السري دي. هنا من الواضح ان دي طرق بالفعل قايمة. والراجل عامل لي رفق مساحي للطرق دي. يعني مديني هنا نقطة في نهاية ونقطتين كده نقطة على يمين الطريق ونقطة على نهاية على شمال الطريق ونقطة في نهاية الدلائت اللي جاءت تاني. طيب ليه السطح تكريت عندي في المناطق اللي نقطة دي. ليه البوردر? حدود بتاع السطح ما مشيتش مع حدود النقطة. دي برنامج بيعتمد على نوعين من الخطوط في تكوين الاسطح. النوع الاول اللي هو خطوط الخط اللي بيوصل للنقط اللي مناسبها واحدة ببعضها. يعني حضرتك الخط ده لما تيجي تسلك عليه كده وتقول له عايز اعرف منسوب وتبقى تقول له وتقول له هنا انا عايز اعرف عايز اضيف هنا المنسوب اشوفه كام? اقول لك منسوب الخط ده ربعمائة اربعة تلاتين طب هنا ربعمائة اربعة تلاتين طب هنا ربعمائة اربعة تلاتين. اتلاقي الخط كله مناسبه واحدة. لو تفتكروا أيام ما كنا بنرسف كلية الناس للمهندسين وأظن بتقع الأداب مساحة طبعا الخريطة الخريطة الكنتورية ده أساس شغلهم يعني. الخريطة الكنتورية عبارة عن مجموعة خطوط. الخطوط دي مفروض ما بتوصل النقط اللي مناسبها واحدة ببعضها. من خسائصها كمان ان الخطوط دي لا تتقاطع. مش هتلاقي خط كنتور متقاطع مع خط كنتور تاني. المسافات بين خطوط الكنتور اسمها الفترة الكنتورية. تمام كده? النوع التاني من الخطوط هي الخطوط المسلسية. النقطة اللي فوق دي. والنقطة اللي في الآخر دي. النقطتين دول أقرب نقطتين لبعض في الاتجاه ده. فالبرنامج بيوصل لبينهم بخط مستقيم خط مسلسي. آآ معنى كده ان النقطة دي متوصلة بكل النقط اللي على حدود ايه اللي على حدود الطريق ده بخطوط مستقيمة. الخط المسلسي خط بيوصل بين النقطتين القريبين من بعض في اتجاه واحد. بغض النظر عن فرق المناسبهم. يعني لو فيه نقطة هنا مثلا منصوبها عشرة والنقطة هنا دي منصوبها عشرين. وهم مش غلوش. هم دول أقرب نقطتين لبعض في الاتجاه ده. انا هتديك بينهم خط مسلسي. طيب. الخطوط المسلسية دي. مدام هي موجودة هتلاقي ان حدود السطح او البوردر الخارجي ماشي مع نهاية الخطوط المسلسية. اخر خط مسلسي. هيزهر معاك. هتلاقي البوردر ده. آآ ماشي معاك. طيب. آآ. دلوقتي البوردر بعيد هنا. المنطقة دي. فخط الكنتور ده اللي هو اللي بيمثل السطح عمال بيوصل نقطة المناسبها زي بعض ببعض. فوصل هنا عند النقطة دي. المفروض انه يلاقي البوردر هنا. فمش يلاقي البوردر. فيبتدي يمشي بشكل عشوائي يدور على مناسبه لحد ما يقابل البوردر. معنا ان خط الكنتور يمشي في المسافة دي. ان المنطقة دي فيها يا جماعة فيها سطح. طب انا عايز اتخلص من السطح ده. هسلك على السيرفز وقول له كليك من سيرفز فو بيرتس. وقول له انت اواخد ستايل كنتور اتنين لعشرة. آآ هنتكلم يعني ايه اتنين لعشرة. هنوضحها يعني. بس خلينا دلوقتي نقول له ان احنا عايزين نظهر الكنتور انتر انجل. عايزين نظهر خطوط الكنتور مع خطوط المسلسات. هنضغط كده ضغطة. وبعدين آآ اقول له اوكي. دلوقتي زهر لي خطوط اللي هي الخطوط المستقيمة اللي انا بتكلم فيها. الخطوط دي لها بعض الخصائص منها ان انا ممكن اسلك كده وقول له ادت. سيرفز وقول له هنا ديليت لاين. امسح لي الخطوط. ولو سلكت على الخطوط دي وقلت له انتر. هيبتدي امسح لي الخطوط. اول ما هيمسح خطوط المسلسات ده جماعة هتلاقي البردر ماشي مع حدود الايه? مع حدود الرافع المساحي. مجرد ما تسلك كده هتقول له انتر هتلاقي البردر او الحدود اللي هي بتاع السطح. ماشي مع حدود الرافع المساحي. وبالتالي خط الكنتور. كما نيجي نشوف خط كنتور مسلا. بازين نشوف. رجينا قلنا له معلش في اللي كده خطوط مثلسية بشكل. سيرفز وبرتز. ومسلا خليني هنا كنتور اثنين لعشرة. هنا خطوط الكنتور ده ماشي قابل اخر نقطة موجودة هنا مسلا فهيبتدي يدور بشكل عشوائي هيلاقي البردر هنا يربط عنده وكده السطح بتاعي انتا. تعالوا نرجع تاني. ونقول له ان احنا عايزين بتاعنا كنتور عن ترعنجل. هنسلك. ديليت لاين. وبعدين نبتدي نشيل كل الخطوط الخارجية. تعالوا نشوف كده شكل السطح بتاعنا. هدي شكل السطح بتاعنا. طبعا في هنا السطح داخلي في المنطقة الداخلية دي برضو متكون سطح. الطبيقي ان المسافات بين النقطة وبعضها يا جماعة ما تزدش عن خمسة عشر متر. لو مسافة بين النقطتين زادت عن خمسة عشر متر بقى السطح بتاعنا ده مش جاي من الطبيعة. لان هو سيفل سريدي بيعتمد على ان في نقطة هنا مسلا. مثلا. مثلا نقطة وينت مثلا او ممكن نعملها سبب كبا. عشان تبقى ظاهر معنا. دي نقطة ليها منسوب مسا عشرة ودي نقطة ليها منسوب حداشر. طيب. لو انا المسافة المسافة بين النقطتين دول عشرة متر. تمام? النقطة اللي بينهم او السطح اللي بينهم ده مناسبه هتيجي ازاي هو هي نسب دي عشرة ودي حداشر فيبتدي ينسب لك الخط اللي بينهم كما نسب. طب لو المسافة اللي بينهم كبيرة مية متر مثلا. او ميتين متر. هيفتدي برضو ينسب. طب هو ينسب في عشرة متر ولا ينسب في ميتين متر? لأ في عشرة متر. عشرة متر. النقطتين دول قريبين من بعض. تمام? كل لو المسافة بين النقطة والتانية عشرة متر يبقى انا انا دلوقتي يا عرب كل ما قربت المسافات بين النقط كل ما جيت اه شكل اضاق للطبيعة. كل ما بعدت المسافات فهو بيقترح علي شكل طبقا للنقطة او للمناسيب اللي انا متدهيروا على المسافات المتبعة دلوقتي. عشان كده دايما بنقول ايه المسافات بين النقطة ما تيجي تشوف هنا بين الرفع مساحي اللي الراجل ده عامله تقول له دي ايه انتر. نصلا بين النقطة دي والنقطة دي عايز اعرف المسافة الدقيقة هتلاقي نسافة هنا 18 متر معقولة لحد 25 متر الدنيا يتمشي. اكتر من كده اظن الدنيا يبقى فيها مشاكل. طب هنا بين النقطة دي والنقطة دي. ما الحتة دي مكان يتفقى السطح لشوف المسافة قدية. المسافة بتتكلم في 161 متر. يعني السطح هنا موجود اه صحيح فيه سطح لكن مش هو ده الطبيعة. الطبيعة طبعا يبقى فيها تضريس عالي وواطي وبرك ودبال ومش عارف ايه. ما يجي مسلا على نقطة منصوبها عشرة. وبعد 160 متر قبطيدي اخد نقطة منصوبها احتاشر. واقول لك المسافات بينهم تتنسب لا. الكلام ده طبعا مش مزبوطة. مش هيديني شكل دقيق للطبيعة. عشان كده المنطقة الداخلية دي محتاج ان انا اشير منها الايه? محتاج اشير منها الايه? النقط. اه سوري الخطوط اللي هي التريانجل عشان اتكاريت معايا سطح مزبوط. هتسلك ونروح هنا نقول له ونقول له وابتري اسلك على الخطوط الداخلية دي. ممكن ده عشان المنطقة الداخلية دي عشان هنعرف نعمل العادي ده. ممكن تقول له وانت داخل امر تقول له اف انتر. وبعدين انت بتريد تختار الايه? تمشي بالخط بتاعك ده على الايه? على الخطوط اللي انت عايز تقطاعها. كلها بالشكل ده. انتر كمان مرة انتر. كده هيشلي النقط او هيشلي الخطوط دي وبالتالي البردر الداخل ده هيبتري يظهر معايا. نفس الكلام هنا اف انتر. هتري احدد هنا. هنا. وريني كده في شكل السطح بتاعي عامل ازاي? هدي شكل السطح بتاعنا جماعة. فاضل حاجة بسيطة قوي. في نقطة هنا. شكل الكونتور عندها جريب وظاهر عندي من البداية ان فيها مشكلة. النقطة دي. لما نيجي نقرب كده هنشوف ما نسوفها كام? كنترول واحد هنلاقي ان النقطة دي ما نسوفها زيرو. طب النقطة دي ممكن تكون نقطة مهمة. ممكن تبقى كنترول بوينت حاجة خاصة بالناس فيها المساحة. او هي وجودها مهمة. مش هينفع ان انا اقول له واعمل ايه السطح. انا عايزها موجودة لكن عايز السطح ما يتكاريت ما يتأثرش بيها. في اكتر من طريقة. الطريقة الاولى ان انا اروح На وال بوينت大的点. واقول له هنا ايه. للاول تعالو نروح على آآ ال آآ." نوقف عليه كده. ونشوف هنا النقطة طبعا زهرت معايا. هلاقي ان هو مرتب لي النقطة من الاصغر للبيه في الاعلى. هروح عند النقطة دي اقول له على ايه هي النقطة بتاعتında اللي فيها المشكلة. تصفها زيرو. تمام? افهم من كده ان النقطة اللي فيها المشكلة منصبها زيرو. ممكن اروح على ال بوينت دهсемيل واقول له وقل له ان انا عايز الجروب بتاعي احتوي على النقط كلها اكسي كلود النقطة اللي منصوبها على حسب المنصوب بقى اللي منصوبها زيره استسنيها وقل له ابل ما هعمل كده اقول له اوكي طبعا السطح الجروب تعمل له افضيته والسطح لازم يتعمل له لانك عدلت في الداتا بتاعته اقول له هلاقي النقطة او المشكلة اللي عندي هنا اختفى النقطة موجودة لكن السطح ما اخدهاش معاه في الاعتبار ليه لانها مش موجودة ضمن الداتا اللي هيتكاريت منها انا جيت على وقلت له النقطة دي. تمام? الحاجة التانية ممكن اقول له لأ مش ولا حاجة. واروح هنا اقول له على شيء للعلامة دي. فكع لي النقطة تاني. وبعدين اقول له هنا للسيرفس. تمام? آآ السطح كده رجع اهو. رجعت المشكلة تاني. ممكن حضرتك من السطح نفسه. سلك عليه كده كليك يمين تقول له وبعدين تدخل هنا على هتلاقي هنا هتلاقي هنا باند هتلاقي هنا ابني السطح باستثناء المنسيب الاقل من. انا عايز استخدام الامر ده فبقول له ايه? وهنا كاتب لي الاقل من ماينس الف لا اقول له اقل من واحد. عشان انا اعرف ان النقطة اللي عاملت للمشكلة منصوبها زيرو اقل من واحد. هنا اقول له ريبند للسيرفس. هبتدي اعمل لي اعادة بناء للسطح. لا شكل السطح بتاعي في سري دي. بعد ما حلت لمشكلة كليك يمين اوبشك تفير. لو انا حابب اعرف مناسيب الخطوط. تعالوا بقى نرجع كده نسلك لك يمين نقول له. سيرفس فور بيرتس. تعالوا نروح هنا نقول له خلي الستايل كنتور اه اثنين لعشرة. طبعا فيه استيلاك كتير. اثنين لعشرة معناها ان كل فرق منسوب اثنين متر هتديني خط كنتور ماينور ثانوي. والعشرة التانية اثنين ام. اثنين دي معناها اثنين ام الاولانية دي معناها ماينور. كل اثنين متر اديني خط اه خط اه كنتور ماينور ثانوي. وكل عشرة متر هتديني خط كنتور بميجور. الامة التانية مقصود بها ميجور. اه معنى كده ان انا لو جيت سلكت وقلت له كليك مين سيرفس بو بيرتس. وقلت له لا انا عايز اخلي اه واحد الخامسة مثلا. هيبتدي يكسيف لي خطوط الكنتور بالشكل ده. كل خامسة متر هتديني خط كنتور ميجور. وكل واحد متر هتديني خط كنتور ثانوي. لو جيت سلكت هنا. وقلت له مسلا. عايز اعرف منصوب الخط ده كام? الخط ده ربعمية واحد وتلاتين. اثنين وتلاتين. تلاتة وتلاتين. اربعة وتلاتين. دول كلهم ايه يا جماعة? ماينور. طب وده ده تلتمية. ده ربعمية وتلاتين. حتى لوان الخط نفسه هتلاقيه فاتح شوية. ممكن اقوله ممكن ندخل هنا على الستايل. ندخل على الديسبيلي. هنلاقي هنا الميجور كنتور اللير بتاعته. فقد اللون ده ممكن نخليها باللون الاصفر على اساس ان احنا نميز بين خطوط الكنتور والميجور والماينور. قد الميجور اهي باللون الاصفر والماينور باللون الرئيسي. الانترفل بس بين الخطوط وبعضها بيتحدد على حسب الستايل. ممكن كمان اعمل استايل خاص بيه. اخد واحد لخمسة ده. اخد واحد لخمسة ده. اخد لي منه كوبي. ده هسميه. اخل على الكنتور وقوله الكنتور انترفل. انا عايز انا احدد لك المسافات. هو اعمله لي هنا واحد لخمسة. اقول له لا مثلا خليه نص. هيعمل طبعا تلقائي هيخلي اتنين ونص. بيعتمد على اللي كان موجود قبل كده. يعني ده لو نص مسلا لاتنين. وجيت انا قلت له لا خليه واحد هيبقى واحد لكان. هيبقى واحد ليه اربعة. تمام? هو بيعتمد على اللي كان موجود قبل كده. تمام? طيب. خلينا نقول نص. هيرجع طبعا نص لاتنين. هقول له اوكي. اوكي. يعني كل نص متر فرق منسوب اديني خط كنتور مينور. وكل اه اتنين متر اديني خط كنتور ميجور. لو حابب اعرف منسوب خط كنتور فبسلك وبقول له هنا ايه? كنتور ساني. بسلك هنا بيدي خط الايه. طب لو انا عايز اعرف الخطوط دي كلها ما ناسيبها عاملة ازاي? كليكي مين سيرفز فو بيترس. طبعا نكبر شوية الانتيرفل ده نخليه اتنين لعشرة تاني. عايز اعرف مناسيب الخطوط دي كلها. فبسلك وباروح هنا اقول له ايه? هاد ليبل اقول له كنتور ملتبول. بضغط هنا والخط ده اللي انا بقطع بخطوط الكنتور. كل خطة نقطعته بيزهر عنده المنسوب بتاعته. تمام? طب لو عايز المنسوب ده يتكرر معي على كل الخطوط فبسلك واروح اقول له هنا يا جماعة. اروح اقول له آآ آآ هاد ليبل اقول له كنتور المنسوب هناause ولا اخطي بتاعته المنسوب هنا وامشي على الخط مية خمسين متر واكتب له للمنسوب تاني. تمام? هذا اللي بيحصل. مش على الخط مية خمسين متر وكتب للمنسوب تاني وهكذا. طيب لو انا حابه بقى اعرف منسوب نقطة مش على خط کنتور. يعني منسوب نقطة هنا مثلا في السطح. مش ظاهر تحتها خط الكنتور. فبقول له spot elevation يظهر لهنا المنسوب. فقط spot elevation دي ممكن اسلك عليها وممكن عنقلها من مكان للتاني. وهي كمان spot elevation دي بتبقى ديرنامج. يعني على حسب المكان اللي انت هتحط في النقطة. بيقول لك المنسوب ايه? لاحظوا هنا بيتغير معي المنسوب وانا بتحرط. لو انا حابب اه لو انا الخطين دول. طبعا ده خط منسوبه اه هرنا انشوفه هنا ده خط ده منسوب مسلا تمانية والخط ده منسوبه ستة وتلاتين. تمانية وتلاتين ستة وتلاتين. عيز اعرف الميل بين خطين دول. هتسليك وتروح تقول له سلوب. عايز اظهر السلوب. هيقول لك فين بالزبط? اه وانباوينت ولا توباينت? لو قلتوا له هايقولي فين? هضغط هنا. هاقوللي الميل هنا ماينس اتنين اه واتنين من عشر الواحد. رقم كده صعب في النقط اتنين واثنين من عشرة الواحد. تمام? ماينس دي طبعا مقصول بيها الاشارة الاتجاهية بتاع الميل. لو انا قلت له لا انا عايز اغير الستايل ده هقول له كنترول واحد. هيقول لي هنا السيرفس سلوب ليبل ستايل واحد هقول له لا خليها بيرسنت. تمام? بقت اه اربعة واربعين وستة من العشرة في المية. مقبولة. يعني حتى انت بتنفقها مقبولة. طيب لو انا حابب ان انا حدد انا اتجاه السهل وهنا فرض على الاتجاه السهل. بسلك وقول له هنا سلوب. وقول له تو بوينت. وبختار النقطة الاولى هنا ما ساوا النقطة التانية هنا. فبيقول لي ده ايه ده السلوب بتاعك. ممكن ان اقول له ام ايه انتر متشو بورتس. اسلك على السلوب ده. وقول له ما تشلي الستايل ده. منه. على ان هو اخذ نفس الايه. اخذ نفس الصيغة الليها البرسنت. بدل ران اوبر رايتس. طيب. هناك في النقطة اللي احنا دخلناها من خلال الاسل شيت. عايزين نحول منها او نكالت منها سطر. فسيرفس. كريات سيرفس. بنقول له ده هنسميه natural ground level. وبعدين نروح هنا يا جماعة. انا دلوقتي الداتا اللي موجودة عندي فيها النقط. نقط وغدا description ngl. وفي نقط وغدا mnh وفي lb وفي tri. فانا محتاج مثلا مكالة سطح من النقط. description بتاعها ngl. فباروح على الpoint group. واقل له كليك يمين. create new. واقل له ده هسميه natural ground level group. هدخل هنا على ال style. مسلا هدده له style ال station. اي نقطة. ال label style none. وادخل هنا اقول له include. من نقطة على حسب description. هكتب له هنا ngl. وادي له نجمة صغيرة كده. واقل له upload. طب ليه النجمة الصغيرة اللي بتاع دي. النجمة دي فايدتها ممكن الرجل هو بيرفع آآ رفع الارض الطبيعية في منطقة فكانت الارض الطينية. منطقة تانية كانت الارض الصخرية. فهو حب النواي ايه? يقول لي دي اسمها ngl آآ one. يقصد بها الارض الطينية. ngl two. فلا انا لو قلت له حطيلي في الجروب ال ngl فقط. هيدور على النقطة لل description بتاع ngl. طب انا تدخل معك الجروب. فبحط له نجمة. عساس لو لها ngl واحد يحطها ngl اتنين. يحطها آآ natural ground level ngl. مسلا انه مكتوب ووراها. جملة كاملة. المهم انها بدأ ب ngl. اللي يدخلها معايا ضمن ايه? ضمن الجروب بتاعي. هقول له هنا اعبلاي. لو رحت هنا على point list. هلاقي ان كل النقط خدت description لل ngl. مش هلاقي اي نقطة. هو باخد اي description تاني. هقول له اوكي. زي ما انتم شايفين كده. لو انا حابب اكارية surface. انا بالفعل كاريتة بتاعي من خلال point group click mean add. هقول له هاتلي هنا ngl اوكي. فهيبتدي نضيف لي السطح بتاعي يا جماعة. بالشكل ده. click mean object viewer. ده شكل السطح بتاعي او طبيعة بتاعتي من نقطة ngl فقط. في نقطة تانية ما اتأثرتش بالجروب ده زي النقطة دي. لان ال description بتاعها باختصار مش ngl. لو قفنا عليها كده هيقول لي ان description بتاع النقطة دي tr. طب لو انا حابب اعمل group مثلا للمناهل. فباقول له click mean new. وباقول له ان انا عايز اعمل group ليه آآ المناهل. اما ان اتش ده الاختصار بتاعنا. وهنا طبعا هتدي له الثانات اللي سور منهل كستايل وهتدي له هنا اللابل. مش حابب ان انا نظهر جنبه كتابات. انكلود النقط على حسب ال description. هقول له mnh. واتدي له برضو النجمة الصغيرة دي وقول له apply. ونروح كده نبص على point list. هنلاقي كل النقط اللي دخلت في الجروب آآ نقط اللي وغدا description. ما فيش اي نقطة تانية وغدا آآ style group ده. هنلاقي هنا يا جماعة زي ما شايفين كده. النقطة دي دي نقطة منهل. طيب نرجع تاني مع لش على المناهل وادخل هنا على الانكلود هلاقي على سوريا على ال point list هلاقي هنا كل النقط مناهل. طيب الفايل ده اللي احنا كنا مدخلين في المناهل مع طيب. دي النوع بتاعها ساناتري اس ان اي محروض اس اي ان. عليش نقطة غلط. وهنا يعني اقصد ان الجروب ده في كل المناهل بكل انواعها. طب انا عايز اخلي كل نوع لوحده. هاجي على الجروب ده وقول له كوبي. خد لي منه نسخة. الاولاني ده ممكن نعدل اسمه بوبرتس ونقول له ايه خلي ده الساناتري اس اس اي ان. انكلود المناهل لكن اللي انا هنصنف على اساسها مش هتكون اه المناهل. عد الكويري مش هتكون الدسكريبشن. واقول له خلي التصنيف بتاعتك على حسب الطيب. وهنا الفاليو الخيمة بتاعتي هتبقى اس ان ايه ده الدسكريبشن او الطيب اللي وعداه المناهل في الدسكريبشن وهذا طيب اس ان اس ان اي ساناتري. هقولي هنا عبلاي. وادخل هنا على البوينت الست هلاقي ان العدد قل معي. وكمان هلاقي ان هو كد لي بس الان. بس اعطهم في الجروب ده. ده بالنسبة الجروب الاوليين. الجروب التاني عايز احط فيه الستورم فقط. كليك يمين وقول له بوبرتس. وقول له اديني هنا استايل الستور. سيور منهل. وهنا ده هنسميه آآ منهل. ندخل على الكويري بلدر برضو. طبعا هنا كلهم لسه موجودين. مناهل ساناتري وستورم. هدخل على الكويري بلدر هنا وقول له ان انا عايز اعدل الموديفاي الكويري. البروبرت بتاعتي هتبقى هي الطيب. واكتب له هنا يا جماعة ايه. السيغة بتاعتي ايس. او الالباليو بتاعي استي او. واديله النجمة الصغيرة دي وقول له قبل اي. وبعدين ندخل على البوينت الست هنلاقي برضو العدد معانا. بل لكن خد لي بس هنا المناهل اللي هي استورم. اسف لو توصف المحاضرة وكان لازم نتكلم في البيزيكس دي عشان احنا هنتكلم في ديزاين لي اه انترسيكشن وانترشانج وراوند اباوت فلازم الناس اللي لسه جديدة معانا في السيفلس ليه دي يكون عندها المعلومات دي. واسف كمان لو اجملت في المعلومات لان مونت شام اكيد اتكلم عنها بالتفاصيل في الكورس بتاع. وفانا مش حابب ان انا اكرر الموضوع يعني حابب ان احنا نتكلم في حاجة مختلفة شفاء. انا تحت امروكم في الاسئلة. منسوب اي نقطة ما انا قلت لحضرتك ممكن تعمل بالشكل ده بتسلك وتروح تقول له تقول له تعرف نصلا منسوب النقطة. لكن لو عايزت اضيف نقطة بالشكل ده. اللي هو عايز اضيف نقطة مسلا هاضيف نقطة وحطها هنا هديها مش هديها صفر مسلا. فالنقطة دي منسوبها صفر للوقتي. تمام? لما ايجا اقول له كنترول واحد ده منسوبها كام? منسوبها صفر. طب لو انا هايز اخد منسوبها من السطح اللي تحت منها بسلك عليه هقول له كليك ايمين. هقول له حدد السطح. انا عندي اكتر من سطح. انا دلوقتي عندي الان جيل فقط. اقول له اوكي. يديني منسوبها من الان جيل. دلوقتي النقطة لما تيجي تسلك عليه هتلاقي لها منسوب آآ الف وربعتاشر. ده اخده من سطح الارض الطبيعي اللي موجود عندنا.